تواصل مصر نهجها الثابت في العمل على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول وفي مقدمتها الدول العربية دولة قطر ليست بعيدة عن هذا النهج وذلك في ظل استمرار التعاون الإيجابي بين القاهرة والدوحة لخدمة تطلعات الدولتين تحرص الدولة المصرية على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسيادة المصرية في التعامل مع كافة الدول العربية وليست دولة قطر من تلك الاستراتيجية ببعيد فالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية مؤخرا انعكست إيجابيا على زيادة الزيارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم تطلعات الدولتين ففي العاصمة الصينية بكين على هامش افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كما كان هناك لقاء آخر جمعهما في العاصمة العراقية بغداد وكذلك على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في إجلاسجو فضلا عن الاتصالات الهاتفية التي جمعت قادة البلدين في العديد من المناسبات وفي هذا الإطار يحرص الرئيس السيسي على التأكيد على أن أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري والعمل على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك كما يعد تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرة خارجية مصر وقطر بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة واحدا من أهم الإجراءات التي اتخذتها القاهرة والدوحة من أجل تعزيز العمل المشترك